فأنا طلبت الكلمة ودوني الكلمة سألت في أربع حاجات قلت له معالي الرئيس هو كان لسه جاي كان يومها جلنا بالفتوح وجلنا الدكتور سليم العوة قلت له معالي الرئيس هو لسه قلت أبشرك أنك ستكون رئيسا لكن أود أن أسأل عن بعض الأشياء لماذا قلت في تهنئة النصارى قريبا في شم النسيم عقيدتنا وعقيدتكم عقيدة واحدة يعني أليس عندك ما قاله الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام الدين فلا يقبل منه فأعني أقول لي ماذا ما توقعش منك السؤال ده مش أنت اللي تقول كده مش أنت اللي ما فيش جوال ماشي دخلنا على السؤال الثالث سيادة الرئيس لو أنك أصبحت رئيسا لمصر ونسأ الله أن يقدر لك الخير هل ستتعامل مع إخوانك في حزم النور كما ستتعامل مع جماعة الإخوان قال ده سؤال محتاجش جواد جزاك الله خير سيادة الرئيس السؤال الرابع لك موقف وللجماعة موقف في موضوع المرأة فكيف سيكون تعامل الرئيس الدكتور محمد مرسي مع ملف المرأة قال كله بما يرضي لهم جزاك الله خير السؤال الرابع سيادة الرئيس هل إذا صرت رئيسا لمصر سيصير الأمر بيننا جميع المشاركة عن أن يكون هناك استحواز وإفصاء واستعلاق فقال لحنا الأخ يتكلم حاجة لي مش ممكن تحصل ولدية من أخلاقنا وفي بعض المشاركة جاءت ابن ألم فقمت أحد وأنا والله كنت بتكلم زي كي نقول له سيادة الرئيس لما دخلنا بقى مع مرأة